موسيقى اسمي آي عم حميد شحاتا شريف من قرية كمشيش تابع المركز ترم حفظة المنوفي موسيقى موسيقى أنا في الأول من جوزة من 2014 قاعدة بالإيجار وعشتنا على الأد وجوزة من نوع اللي هو الغالبان جدا فكان واقف مثلا مع واحد صاحبه في ورشة فبدأ مثلا هو عايز يفتح حاجة لنفسه وبدأ مثلا ما يجي واحد مثلا يقول له لأ أنت تشتغل اللي أنا أقول لك عليه أو اللي تشتغله فبدأت مثلا أعرف أسام البضاعة الأول أسعار بتاعتها مشت إزاي حفظت ديه بمعادية خدت بقى من والدي وفتحت مثلا جبت شواء بضاعة وبدأت بقى في المحل فبدأت بقى يشوفه مثلا هو بيحل إزاي ويربط إزاي بدأ مثلا ما يجيز بول ويقول له ما أنا شفاض دلوقتي فقال لأ أنا هحل لك وانت تأفلي أو أنا هحل لك وتشوف المشكلة إزاي وقفل مثلا ما كان كنت زبط وراي برضا فبدأنا نصايب بعض ونحطي إيدنا على إيد بعض عشان خطر عيالنا إن أنا معي مارنة مسندس تسع سنين وست سنين نشغل الشغل أنا دي بقى لخمسة وعشرين سنين عيني تعبتني روح تكشف على عيني لقيتها صاحبة المحل التانية قالت لي إيه إحنا لما أنا رجحت من الورشة قالت لي إيه إحنا جبنا صناعي تاني قلت داخل معاجة معاجة بسيطة خدا قدت هالي وخدت من حماء إرشين قلت داني إرشين جبنا شواء ببضاعة وقعبنا مع بعض وقيتها بإيدي ورزق يوم بيوم قلتها خير لا هي ست بمطة راجلة تتعامل مع أي حد وظينا الناس كلها بتحبها في أي حتة الناس بتحبها قلتها خيرها تشكر ونخليها بالها من عيالها ونخليها بالها مني ونخليها بالها من شغلها وستي مكافحة يعني لو أنا شفته بيحله ويربط إزاي فأنا حبيت أتعلم واللي عايز بيتعلم لو حيتعلم في يوم بحيث إنه ما عليش أنا قلت أحب أتعلم اللي أنا وسع على عيالي مش إن أنا مثلاً لا خلاص أنا قاعدة من شوية البضاع يبقى أومجاً من شوية البضاع لا أنا حبيت اللي أنا أوسع من نفسي واللي عايز يتعلم لو حيتعلم الحاجة لو بيتعلمها في شهر لا ممكن يتعلمها في أسبوع في اثنين المهم التركيز بتاع البناء دم اللي قدامه أيوة أنا مثلاً بقوم الساعة سبعة الصبح عند عيالة في الحضنة بتروح اللي عنده في المدرسة بتروح بقوم مثلاً لو عنده غسيل عنده حاجة بقضيها لما بروح برضك بقضي اللي ورايا لو في حاجة لو أنا مثلاً ما عنديش شغل العصرية أو كده بروح أعمل أكلي يعني الحمد لله ربنا اللي بيوفق وربنا اللي عليه التدبير إحنا علينا مثلاً بنقولها نعم كذا وربنا هو بيمشيه من عنده فأنا الحمد لله من يوم لحد النهاردة وربنا المشيه اللي ربنا عايز هو اللي بيكون أنا أتمنى أن أنا يبقى لي قوضة للبلاد أتمنى أن دي أمنيتي في الدنيا لأن أنا يبقى لي حتة ملك عفة نوعية لبدا للإيجار اللي إحنا كل شهر بنخافي يجعلنا شهر مثلاً ما نكونش فيه قد كده لأ ندور على غيره أنا بنتي لو محتاجة الجناعة أو لا طيب لما ندفع الإيجار خد اللي أنت عاوزها وكده كده بجيب لهم اللي ما نفسهم فيه بس أما حاجة عند الإيجار لأن أنت معاك شق أو محل فقال لي حاجة معلش يمكن بتدفع يجي ألف ونص في الشق أو المحل للدنيا غالية دلوقتي وشوب بقى مساريف ودروس وده وده فكل واحد بيبقى نفسه في حاجة لإيجاري ترجمة نانسي قنقر